حنان من السعودية تسأل تقول أنا عندي سجادة من طبقتين هل يجوز أن أصلي عليها حنان بارك الله فيك أولا صحى عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأشار إلى جبهتي و أنفهي هذا العضو الأول واليدين والركبتين والقدمين و ضابط السجود على الجبهة أن يمكن المصلي جبهته من الأرض أو من الخمرة أو من السجادة أو من الفراش بحيث يستقر الرأس و العنق فيكبس المصلي رأسه فيستقر و ليس المقصود المماسة فإذا كانت فقط مماسة لم يسجد أما إذا استقر رأسه بحيث كبس على السجادة أو الخمرة أو الفراش واستقر استقر ما يجعل حمل الرأس و العنق على اليدين لا يجعل الرأس و العنق يأخذان نصيبهما من السجود لا يوجد بأس لو كانت السجادة طابقتين أو ثلاثة أما تقول لي لا والله مرتفع وأنا فقط مماسة فقط أمسة لهذا من دون كبس لا هذا ما يصلح يا أخت الفاضة لابد أن تضعي جبهتك و أنفك و أيضا يستقر الرأس استقر الرأس استقرار كامل يجوز في مثل هذه الحالة